السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السوداء والحمراء انتفاخ الجوفون والجيوب بما يسمى الابوش وكذلك تستعملوا اوتنكولوسيون بالنسبة البشرة الدهنية وبالنسبة الناس التي تعاني من المسامات المفتوحة فهي تقلص المسامات وكذلك تتحافظ على اللون البرونزي عندكم سيدتي مكونات عندنا شاي حبوب وعندنا الساشة التي تتباعوا في السورفاس وتكون عندنا الماء الساخن وتحتاجوا دكن بريس أو دكن كوتاندسك اللي موجود عندك سيدتي في البيت هذه نبدأ تناخدو الماء تنصخنوه وتناخدو حبوباتي وتنديروه في داك المايها وتنخليوه يطلق سيدتي ما طيباش تتخليه يطلق حنا يا نضرناها من قبل ونوريك لك هذه الماء تتقدري تتخليها كوتاندسك وتديرها وتتقليه وتتكليه ونوريك ما طيب تتكليه وتديرها وتدوزيهم تتحطو من اللوينات ديالك وتدوزي من البشرة علاقة هي دياتيل بالنسبة للهالات فانا هذي نقدم لكم جوج وصفات هدنا الحالات اللي تيكونوا ميلي اللحمرار والهالات اللي تيكونوا اللون ديالهم زرق ميلي اللي تتساوت فبالنسبة للهالات اللي تيكونوا حمرين فحنا ينته نحتاجوا بطاطس مفرومة وكذلك نشا ميزينة وهنا السيداتي تنأكد لان الماء يكون بارد نبدأوا تحضير نسع الوصفة بالنسبة للبطاطس المفرومة فهنا سيداتي تتخضي تتفرمي البطاطس ديالك وتتوضعيها في تلاجة وبالنسبة للميزينة فحنا تناخدوا قليل ميزينة وتنخلطوها مع الماء تيكون بارد وتنأكد الماء بارد بالنسبة للهالات المائلة للحمرار من بعد تناخدوا لكوتون ديسك ديالنا وتنوضعوها للعين باش تنحفظو عليها وما تنخليوتا شي حاجة تخليها من بعد اما البطاطا الباردة تنوضعوها في الكونتور نتعالي ديالنا أو تناخدوا الوصفة التانية لذا تكون بميزينة والماء بارد وتنوضعوها فهدي جوج وثافات على حسب شنو عندك في الدار بالنسبة سيداتي الهالات الزرق المالي اللي يسوي للسواد فهنا سيداتي نفس المكونات برحق تيكون الماء دافئ الماء دافئ ونفس الطريقة لتحضير ينسير حاجة واحدة البطاطا المفروما تناخدوها وتندوزوها في إنكاس خالد تترجع دافئة ونفس الطريقة للوضع الآن نبكركم الهالات الحمراء تتخدموا بالماء بارد والهالات السوداء تتخدموا بالماء الدافئ سيداتي داك الماسك اللي بنسبة للهالات السوداء والحمراء فتتخليه لمدة 20 دقيقة وتتقدري تستعمليه دو فتر ثمان ودابا عدنا مكونات لتتحفظنا على النظارة العين وبياد العين وأي سيدة تتعاني من الدهنيات في الجفون ديالها فهدو مكونات زوينين على عدنا خيار دائرات خيار عدنا حليب وعدنا ماء ورد فبالنسبة للخيار هما تنديروهم فوق العين لمدة 15 دقيقة ومي تنحسو بإنا ديك الخيار بدات يدفع فحنا يتنعودون بطلوب خيار بارد وبالنسبة للحليب فحنا يتناخدو دي كامبخيس وتنديروهم في الحليب بارد وتنوضعو لكامبخيس ديالنا فوق العين ومي تنحسو بلاكامبخيس بدات تدفع فتنعودو نفس الطريقة وكذلك بالنسبة لما أورد فهدو المكونات تندكر تيعطيو بياد ونظارة للعين وهدو الماسك تقدر تديرو 2 أو 3 فور بار سمان ماشي مشكيل على حسب الوقت ديالك سيدة تنتمنى سيداتي هاد الوصفات يكونون نالوا الإعجاب ديالكم ما تنساوش تابوني معي عفلاشان ديالي ودري الريال لايك وتنتمنى ان هاد الافترة هاد ان شاء الله دوز وهاد الواباء يترفع علينا ان شاء الله بإذن الله ولتزموا البيوت ديالكم والحاضر ديالكم وما تنساوش لبافات ديالكم أبيانتو اشتركوا في القناة